معنا أخونا محمد الهادي من شبكة شام بمدينة حلب رجع معنا الاتصال محمد الهادي محمد الهادي ألو ألو أيوه أخي معك سلامات عم تسمعني سيد محمد ألو أخي محمد عم تسمعني سامعك أخي سامعك كتير أمني أخي محمد من شبكة شام بحلب أول شي طمننا عن أوضاع حلب الميدانية قبل ما ندخل بموضوع حلقتنا شو أخبار مدينة حلب شو أوضاع المأساة اللي كزا يوم عم تشهدها مدينة حلب من براميل الموت البراميل المتفجرة اليوم شو أوضاعها نعم إلا تزال براميل الموت تسقط في أحياء مدينة حلب وفي الريف الحلبي حيث شهدنا اليوم رصد ما يقارب العشرة مناطق في ريف حلب تعرضت إلى القصف بالبراميل المتفجرة وبسطوريخ طيران الحربي مارة وترفعة وعندان وبيانون ودارة عزة ومنبج والسطيرة وماير وكفر حمرة وغيرها من مناطق تعرضت إلى قصف من قبل الطيران التابع لقوات النظام ودمار في المباني ووقوع العديد من إصابات والجرحة والشهداء في ريف حلب تركز القصف على المدينة الصناعية في شيخ نجار بثلاث براميل متفجرة أيضا على على أحياء عديدة ومنها قاضي عسكر وغيرها من الأحيات ترادت إلى قصف من قبل قوات النظام فيما تتجدد الاجتباكات شرق حلب في قرية النقارين شكرا كتير إليك أخي محمد الهادي بس ديسعلك سؤال أنت أول مرة بالداخل معنا صح؟ لا داخلت كتير حلو بنفس برامج مع الناس ولا بنشرة الأخبار بنشرة الأخبار أخي محمد هلأ شكرا كتير على المعلومات اللي عطيتنا ياها ونتمنى السلامة لمدينة حلب وأحياء حي حي وعلى أمل شفاء العاجل للجرحة وإلا الله يتقبل الشهداء أنا بدي هلأ الموضوع اللي عم نحكي فيه أو خلينا ندخل فيه بموضوع حلقتنا اللي هو القاعدة والفكر الجهادي بسوريا أخي محمد نحن عم نحكي بطريقة عفوية بطريقة كتير بسيطة وسمبل ما لنا مثل القنوات الإعلامية لحتى أنه في عندك تقرير بوقت معين بدك تعطي ونطلع عرفت كيف لا نحنا بدنا نعرف اللي عم سير بدنا نعرف رأيك لك بدنا نعرف رأي جارك بدنا نعرف الشارع اللي عندك حارتك شو أم تحكي بدنا نعرف شو رأيك بالقاعدة والفكر الجهادي خلينا ناخد تغري موضوع حلقتنا لليوم وتحكي لي إمتى اللي بدك يا عن هذا الموضوع طلع من جو التقارير سيد محمد أخي محمد أنا بس بدي ياك تطلع من جو التقارير لأنه نحن حابين نسمع نحن حابين نسمع لحتى نوصل لحل طيب بالنسبة للقاعدة في سوريا وخصوصا يعني جبهة النصرة هي تعتبر تنظيم القاعدة في سوريا نعم يعني الهالي يعني موقف الأهالي من جبهة النصرة هو موقف يعني سرور ويعني مبسوطين من جبهة النصرة للعمل اللي عدت قدمه للمشاركات اللي عبدت شاركة في المعارك للضربات القاسية اللي عبدت وجهة للنظام لاشتراكه مع الجيش الحر في كتير من العمليات العسكرية يعني في ريف حلب في حلب في الكتير مناطق ونشوف مشاركة لجبهة النصرة حتى الدولة الإسلامية مشاركة الدولة الإسلامية في المعارك الدولة الإسلامية بتركز معاركة في ريف حلب الجنوبي شفناها الشي في تل عرن وفي تل حاصل الانتقادات توجه لدولة الإسلام ربما أكثر من جبهة النصرة لأن السيطرة على المناطق المحررة من جديد وفرض على الأهالي ولكن جبهة النصرة فقط شغلة على الجبهات وما بدخل في الحياة المدنية إلا بشكل قليل في تأمين الخبز في الطحين وفيك شغلات أخ محمد جبهة النصرة من خلال المداخلات التي أخذناها قبل حضرتك ومداخلتك قالوا أنه لا تفرض على العالم لا تضيع على العالم لا تضيعون لكن الدولة الإسلامية تصدرت المشهد أخذت الواجهة والصيد والصوت العالي لكل وسائل الإعلام الداخلية محلية دولية عربية كله من كتر الانتهاكات التي تقوم فيها ضد النشاطاء الإعلاميين ضد النشاطاء المدنيين ضد المجالس المحلية حتى كتائب الجيش الحر اختلاف مع جبهة النصرة حتى اختلفت معهم وتناوشت ببعض النقاط وبعض المناطق طيب عطيني رأي الناس بالدولة هل هو موافقين على تواجده خصوصا نحن نحن بحلب حلب يعني كتير شهدت انتهاكات بحق الناشطين الإعلاميين اللي كانوا بأوائل الثواء السورية اكيد يعني في قسم من الاهالي مع دولة الإسلام وفي قسم بين تقضن أخطاء اللي عبتصير في حلب من خطف النشاطاء من الاشتباكات اللي عبتصير أحيانا مع ناصر من جيش الحر وفي قسم آخر لا هو مع الدولة هو دولة انه عبتصحح الأخطاء وفي شغلة انه في حرب إعلامية كمان عالدولة ومبالغة في الإعلام عبتصير ضد الدولة يعني كل يعني معظم اللي اشتبكوا معا من عاصفة الشمال لكتاب حسن جزرة وفي غير كتير من الكتاب يعني هي كتاب موسيقى وكتاب ربما يعني توصف حرامية توصف يعني السمعة غير جيدة سمعة سيئة وقمت بقتال الدولة يعني وعلى نتضخم هالشي اللي يصير انه الدولة عبتقات الكتاب للجيش الحر طب بس عليك سؤال أخ محمد حسن جزرة هو الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء والموتى اللي بسوريا حسن جزرة شو عمل بحلب شو ساوى بحلب يعني حسب كلام الناس وحسب الأنباء يعني بتتوارد ويلي بتوصل عن طريق الناس يعني حسن جزرة سيئة السمعة سيئة سمعة الحرامي سمعة الحرامي ما كان ثائر ما حرر حلب ما هو اللي فتح الصاخور ما هو اللي فتح الأحياء هاي نحكيها بصراحة طيب موافقة لأنه أقوى يعني شو الموضوع يعني أنا إذا متواجد بحلب حاليا فأنا تحكمني الدولة الإسلامية لأنه هي الأقوى أقوى فصيل متواجدة على الأرض شو بيطلع بقانونه بيطبق علي منطقيا أنا عم بسألك صراحة لأنه هو سؤال عم يتداوله الشارع السوري ولازم لازم ينسأل اي يعني هلأ بالنسبة للقرار اللي بتجيبه الدولة يعني هي ما بتوضح إذا تم استشارة أحدا من الجيش الحر في كلام بيتوارد إنه لا بتستشير كتاب بتستشير ألوية وبعدين بتقوم بالشغل ولكن بشيء سري الاستشارة بتكون وفي الناس تقول لا يعني عمل دولة الإسلام من عقلا ويعني من شغلا هني شافوا الشخص هيك سوا شافوا الشخص حرامي خلص بدون إذن حدا وبدون رأي حدا إذا الشخص موسيق ما بيروحوا بشي له يعني صديقي بس أنت من مارئ وأنت عرفان تماما دخلت دولة الإسلام على مدينة حلب أول حي كان حي الإنزارات والمشكلة فعلا كان لو الهدف على الرغم أنه هذا اللي صار بأنه اختفت المظاهر المسلحة في مدينة حلب بعد دخول دولة الإسلام على الأحياء لأنه كل شيء عنصر جيش حر ما بقى يطلع بسلاحه ما صار فيه مشاكل بيناتهم ولكن السبب كان هي مشكلة شخصية بين الأمير بالدولة ونائب حسن جزرة صديقه العزيز بالإنزارات مو مزبوط هذا الحكي كانت بأنه هو أخذ لهم سيارات للدولة فالهدف كان تابعا ما هو هي الصورة الجميلة تابعت أنه اختفاء المظاهر العسكرية في المناطق المحررة ما كان هذا الهدف أبدا فالتحرير بلش من الإشمال لمدينة حلب مثل ما بلش التحرير بأول مرة يعني بدأوا من مدينة عزاز وبلش ويطلعوا أخ محمد أنت عندك معلومات عن هذا الموضوع اللي عم يحكي عنه زميل ميخايل يعني أنه عبارة عن خلاف شخصي بين الأمير وحسن أدى هذا الشي لهالمكان هذا عندك معلومات عن هذا الموضوع لا لا ما عندي بهذا الموضوع طيب فكتم فيه ما لش نحن نقبل حتى الانتقاط بركي معلومات وخطأ لا لا ممكن يكون ممكن معلوماته صح وما ليخبر فيها ممكن معلوماته خطأ يعني كلام كثير نعم الموضوع أو خلينا نقول الخلاصة اللي نحن حابين ناخدها منها اللي هو كيف معاملت الطرفين مع المدنيين أنت شلون عم تشوفها بشكل شخصي يعني أنت شلون هيك شايفها الدولة كيف عم تتعامل مع الناس وجبهة النصرة وشلون عم تتعامل مع الناس المتواجد هناك يعني بالنسبة إلى جبهة النصرة ما بتدخل بالناس بشكل مباشر ما بتدخل أبداً في الناس دولة العراق والشام في المناطق اللي هي مسائطرافية ممكن تفرض أحكام اسلامية ممكن مثلاً بيع الدخان ممكن يعني أحكام اسلامية بتفرضها على المواطنين الساكنين في المناطق طيب ليش بترجع على الاختلاف هذا بيناتهم إذا الاثنين يحملوا نفس العقائد تقريباً أو نفس الفكر الجهادي الله أعلم في الفكر وفي التخطيط وفي كثير شغلات مختفية وسرية وفي كثير شغلات يعني بجوز معلنة للجميع وتكون هي عكس ما هو ظاهر يعني أنت حضرتك صار فيه تماث مباشر مع إحداهم أو الاثنين معاهم الجبهة والدولة يعني على حاجز أحد الأمراء بجلسة باجتماع بمقابلة أي شي لا على الحاجز مرور عادي مرور عادي ما كان فيه أي مشاكل أبداً من خلال الاثنين جبهة النصرة والدولة أي جبهة النصرة والدولة طيب من خلال من خلال خلينا نقول تجربتك بمرور على الحاجز من شفت أبسط من شفت يعني لمين ارتحت أكتر خلينا نقول أو شفت مشكلة بحدا أكتر من الثاني أو بالعكس لا لا هو حاجز يعني أشخاص يعني ما هو فكر ما هو عملية عسكرية ولا شي ومجرد حاجز وقف بس وكل الناس تعد بشكل طبيعي بشكل طبيعي طيب عندك أي تفسير أخ محمد أنه ليش ما عم تتوجه هالفصائل الإسلامية للقنوات الإعلامية ليش للإعلام لتعرف الناس تفتح باب أنه يصير في حديث أو تطرح أفكارها ليش دائما سرية ليش دائما مغلقة شو عم يصير ايه هلا فيه أمو محمد جولاني أمو جبهة مصر مبارح كان على الجزيرة واليوم إن شاء الله رح يكون على الجزيرة بالنسبة للدولة وهيك يعني باقية الفصائل فيه ممكن يكون الانتواجدة عبر التويتر أو الفيسبوك ولكن للإعلام يعني ما بيصرح بشي لا سبب مهام من الإعلام اه مهام من طيب بتعرف كم ناشط إعلامي أخذين لهلا الدولة الإسلامية هيك رقب لا والله فوق الـ 75 ناشط إعلامي نصهم قتلوا النص الثاني ما بنعرف عنهم شي من بيناتهم زملاء إلنا رفقات إلنا الناشطين كانوا من أوائل بالأيام الأولى بالثورة السورية نشطة ما قدر بشار الأسد يطولهم طب هدول ليش ليش يمسكوا أولة مبارح 8 إعلاميين من حلب أخذين الدولة الإسلامية طب إذا مو هاماك الإعلام ليش هم تأخذون هذا هذا سؤالي يعني ما بعرف يمكن ما لازم وجهه إليك بس أنا عم شاركك رأيي أو عم شاركك سؤالي ما بعرف أنت برأيك ليش عم يأخذون إذا ما هاموا الإعلام ممكن ممكن لأنه عبشوه سمات على الآلام لأنه لو عطوا للآلام شي ما راح نعرض لأنه العلام يعني معروف ضدهم كله هذا هذا السؤال هذا جواب اللي دائما دائما متوقع طيب لما أنا بدي أقول أنه الدولة الإسلامية فرضت الزي أو خلينا نقول اللباس الشرعي على الفتيات بالمدارس الدولة الإسلامية اختطفت اقتحمت أحد المكاتب الإعلامية وأخذت الأجهزة صدرت الأجهزة واختطفت العاملين فيه أنا بكون عم بحكي عم شوه صورتهم ولا أنا عم بحكي شو هم تعملوا مع العالم صح ممكن صح يعني بتوافقني أنت هذا القوة اي بوافق اي طيب شو بتشوف مستقبل سوريا الله أعلم بينك وبين حالك والله يعني مو واضح أبدا لحد لان ممكن نوصل لمرحلة أنه أحد هالفصيلين أول اثنين معا أنه يحكموا سوريا هممكن ليش لا الشعب بيقبلون صراحة أنت رح تقبل أتوقع أتوقع جبت مصر الشعب بيقبله ممكن ممكن جبت المصر أنه يقبل الشعب رأيك أخ محمد الهادي شكرا كتير لك لصراحتك وشكرا لمعلوماتك الدقيقة عن وضوع حلب متمنى أنه بالحلاءات تاني أنه تكون معنا شكرا كتير لك